أقيمت في كاتدرائية القديس جورج الشهيد بمدينة القدس خدمة تكريس القدس حسام نعوم أسقفاً في مطرانية القدس التابعة للكنيسة الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط وبهذا المناسبة التي اقتصرت على بعض الرعاة بسبب الظروف الراهنة قدم غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في القدس والأردن التهاني باسم المجلس لنيافة المطران حسام نعوم الذي اعتبره خير من يقود الكنيسة الأسقفية العربية خلفاً للمطران سهيل دواني الذي قدم هو الآخر الكثير من أجل كنيسته ومسيحي الأراضي المقدسة داعين الله العلي القدير أن يبارك خدمة المطران نعوم ويسدد خطاه لما فيه خير الكنيسة والمجتمع ومن جهته أعرب المطران نعوم عن شكره لجميع الحاضرين طالباً منهم الصلاة في رسالته الجديدة في المدينة المقدسة